كنا رأينا في الفيديوهين السابقين الأخلاق كضرورة فردية ثم الأخلاق كضرورة اجتماعية الآن نأتي إلى مستوى ثالث في ضرورة الأخلاق في أمية الأخلاق من حيث كونها ضرورة وظيفية يعني لماذا الأخلاق ضرورة في الوظيفة؟ لماذا الأخلاق ضرورة في المهن؟ طبعا كل فرد مننا له تقريبا عالمين عالم أول هو عالمه الخاص العالم الخاص ثم العالم الثاني هو العالم الوظيفي البعض قد يسميه العالم الاجتماعي العالم الخاص هو يعني عالم نعيشه مع أهلنا نعيشه مع أصدقائنا نعيشه مع مقربينا نعيشه مع بظروفه الخاصة بزمنيته الخاصة بمشاعرنا الخاصة بقواعده الخاصة يختلف على عالم الوظيفة عالم الوظيفة هو عالم الالتزام، عالم القواعد، عالم القوانين، عالم الانضباط، عالم وقت الحضور ووقت الانصراف، عالم اللوائح عالم، إذا كان العالم الخاص هو عالم فيه مزيد من الحرية الفردية وهامش من الحرية الفردية فإن العالم الوظيفي عادة هو عالم مقيد، عالم منظم أكثر من العالم الخاص لكن ما هو المشترك بين العالم الخاص، حياتنا الخاصة وحياتنا الوظيفية؟ المشترك هو أن كلاهما يتكون من مشاركة ففي العالم الخاص نشارك أفراد آخرين وفي العالم الوظيفي نشارك أفراد آخرين فإذا كان العالم الخاص يلتزم بقواعد أخلاقية فإن العالم الوظيفي بدوره يلتزم بقواعد أخلاقية لماذا؟ لأننا نعيشه وسط مجموعة السبب الأول لاحظ معي هذه الصياغة قلنا أنه ضرورة الأخلاق ضرورة في وظيفية لأن الالتزام بالواجب الأخلاقي يساعد الفرد في مهنته على الشعور بالرضا الداخلي وبالتالي الصحة النفسية مهم جد إذا ما كان الفرد في الوظيفة يلتزم بواجب الأخلاقي فإنه سيشعر بأنه يعني يؤدي وظيفته على أحسن وجه يؤدي المطلوب منه بكل إخلاص فبالتالي يشعر بأنه مخلص وهذا يؤدي إلى الرضا الداخلي أكيد جدا وهذا يؤدي إلى الصحة النفسية التي هي مسألة مهمة جدا يؤكد عليها علماء النفس والإرشاد النفسي والمساعدين نفسيين لأنها في حياتنا المعاصرة هي التي تواجه ما نسميه بالضغط النفسي فالحل الوحيد هو الصحة النفسية ومهم جدا قصة الصحة النفسية ثانيا الالتزام بالواجب الأخلاقي يساعد الفرد على حيازة رضا ربه والفلاح في الدنيا ولا تعلمون أهمية هذا الموضوع في نسقنا الثقافي الخاص بنا أنه في المجتمعات العربية الإسلامية رضا الله سبحانه وتعالى يحوز أهمية يعني الخوف من الله سبحانه وتعالى ومرعاة الله سبحانه وتعالى في كل ما نفعل وفي كل ما ننوي وفي كل أفعالنا المهنية مهم جدا ولذلك فالالتزام بالأخلاق أيضا يساعد على حيازة الإنسان لرضا الله سبحانه وتعالى ثالثا الالتزام بالواجب الأخلاقي مهم في المهنة لأنه يؤدي إلى النجاح الاجتماعي طبعا هذه لا تحتاج إلى برهان كبير يكفي أن نلاحظ حولنا وننتبه إلى ما يحدث حولنا لنرى أن غالبية الناجحين الاجتماعيين هم غالبيتهم ناجحين وظيفيا يعني يكونوا عندهم نجاح وظيفي والنجاح الوظيفي لا يكون إلا من خلال الالتزام بالواجبات الأخلاقي لأنه لا يمكن لا يمكن بأي شكل من الأشكال تخيل شخص ناجح وظيفيا وهو فوضى يعني يعيش فوضى أو سلوك فوضى ربما البعض قد يقول أنه والله في نماذج أخرى يكون سيء وظيفيا ولكن ناجح على المستوى الاجتماعي طبعا هذه الحالة موجودة أكيد جدا ولكن في تقديري هذه الحالة هي شذوذ يحفظ ولا يقاس عليه فبالتالي لا يمكن اعتبارها القاعدة على الأقل السليمة هذا شذوذ في الواقع العام أخيرا الالتزام الأخلاقي في المهنة يساعد المجتمع والأمة على التماسك وعلى الحيش الحسن والتطور والتقدم بين الأمم لاحظ معي أن كل الأمم المتقدمة والمتحضرة المجتمع الياباني المجتمع الألماني المجتمع الكوري الجنوبي مجتمعات الدول السكندينفية المجتمع الفنلندي المجتمعات المجتمع السويسي المجتمع البريطاني كل هذه المجتمعات يعني هي مجتمعات يعني أحياناً بعد ما نعود من زيارة هذه المجتمعات نقول الله ما شاء الله هذه المجتمعات نظيفة جداً هذه المجتمعات منظمة هذه المجتمعات فيها احترام لبعضهم البعض ما فيها تجاوز فيها طوابير فيها الناس ملتزمة والله هذا كله يحسن الحياة ويطور ويرفع من قيمة الحياة لديهم حتى أننا نتمنى لو أن مجتمعاتنا على هذا النحو وحتى أن نتحسر نقول متى ستبلغ مجتمعاتنا هذا النضج الأخلاقي الكبير طيب الالتزام الأخلاقي في المهنة في المهنة بشكل عام يعني استزام في الموعيد التزام في الدقة التزام في القبول الحسن للمراجع وطالب الخدمة السرعة في الإنجاز التفاني في العمل هذه مهمة جداً هذه تطور الأمم وطبعاً يعني أحنا المفروض الأمة لدينا تراث يؤكد على هذه الأهمية الوظيفية استمع معي مثلاً إلى بعض هذه المأثورات الشعرية الجميلة التي تؤكد على هذه الأهمية الوظيفية يقول الشعر أقبح شيء أن يرى المرأة نفسه رفيعاً تكون كالنجم لاحة لناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولا تكون كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع كذلك يقول الشعر وَمَا مِنْ يَدٍ إِلَّا وَيَدُّ اللَّهِ فُقْهَا وَمَا مِنْ ظَالِمٍ إِلَّا وَسِيُبْلَ بِأَظَّمِي وَلَا تَظْلُمَنَّ إِذَا مَا كُنْتَ مُقْتَدِرًا فَالظُّلْمُ آخِرُهُ يُفْضِي إِلَى النَّدَمِي تَنَامُ عَيْنَاكَ وَالْمَظُّومُ مُنْتَبِهُن وَيَدْعُوا عَلَيْكَ وَعَيْنُ اللَّهِ لَمْ تَنِيمِي فيعني الأخلاق في الوظيفة يعني مهمة ومهمة جدا ترتفع بك ترتفع بالمجتمع ترتفع بالوظيفة ترتفع بالإنتاج فهي إذن مهمة ومهمة للغاية إذن بهذا الشكل نكون قد مررنا في هذا الفصل الأول بتعريف الأخلاق لغة استلاحا مفهوما ثم مررنا إلى العنصر الكبير الثاني الحاجة إلى الأخلاق الحاجة الفردية الحاجة الاجتماعية والحاجة الوظيفية للأخلاق